كثير مننا لما يذهب إلى البلدان غير المسلمة يطالب بأن يكون هناك مسجد يطالب بأن يكون للمسلمين مقبرة يطالب يطالب وهذا صحيح لكن أنت كما تطالب عند الآخرين أن يكون لك هذا الحق أنت عندك ملايين من غير المسلمين يعيشون بين المسلمين هؤلاء أيضا لهم حقوق والدولة الإسلامية في عزها وفي قمة قوتها لم تلغي الآخر الكنائس الموجودة الآن في بلاد الشام وفي العراق وفي مصر وفي غيرها ظلت لما كانت الدول الإسلامية في عز قوتها عمر الخطاب رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس أول رسالة كانت رسالة تأمين لمن؟ للمسيحيين ورفض أن يصلي في كنيسة قيامة أول هذه رسالة رسالة أمان أننا نحن مسلمين هذا ديننا لكن أيضا لكم الحق في الاحتفاظ بدينكم نحترم دينكم نحترم خصوصيتكم وسنحمي سنحمي هذه الكنيسة مش الآن مستقبلا يعني عمر لما رفض أن يصلي فيها للسبب كان كلا يأتي بعد ذلك أحد من المسلمين ويقول صلى هنا عمر ويستولي على الكنيسة رمر رضي الله عنه كان نظرته نظرة مستقبلية لحماية من؟ لحماية الكنيسة وأتباعها من أن يأتي بعض المسلمين مستقبلا ويستولي عليها بحجة أن عمر صلى فيها ترجمة نانسي قنقر